اشتركوا في القناة اخواني الموضوع اللي بدي احكي فيه اليوم طبعا حكيت فيه انا اكثر من مرة وراح اضلني يعني كل ما اشوف محرك راح احكي في هذا الموضوع لحتى نوصل لمرحلة من الاحتراف انه يكون شغلنا مية في المية وما في علينا اي اخطاء اخواني انا ما بحكي في هذا الموضوع انتقادا لأحد او شيء يعني من هذا القبيل لكن انا بحكي للاصلاح على اساس ان احنا نصلح من شغلنا يعني احنا المحرك بيجينا علشان احنا نلفه ونصلحه اه لا احنا اول شيء بدنا نصلح شغلنا احنا وبعدين نصلح اه المحرك في اخواني انا اتكلمت كثير عن حجم الفورما وفي بعض الفنيين بعمل الفورما كبير كثير وبصير يحط ورق ويلف ورق وكذا ومن الحكي وزي ما حكيت انا دايما في الاخر يعني بتيجي في لحظة الملف بضرب بالجسم بالشاصي بعمل تماس وبيؤدي الى حرق المحرك طبعا هويك انت بتكون اه بصراحة اه ظلمت اللزبون وكلفته اجار لف جديد يعني بسبب هذا الحجم يعني الفورما طبعا يعني مثلا نجاني هذا المحرك لاحظوا الورق حجم الفورما كبير طبعا كان فيه ورقة هناك كمان انشلتها قبل شوي يعني ورقة كبيرة يعني ورقة كبيرة جدا لاحظوا المشكلة انه سبب الحرق يعني هايه زي ما انتشافين واضح هون عندكم طبعا كان فيه ورقة زي هاي انشلتها لاحظوا هاي المجموعة اللي ضربة ضربة تماس ضربة في الجسم الآن المحرك مش محترق ولا شيء منه لاحظوا هون مش محترق فيه ولا اشي الحرق في هاي النقطة في هاي المجموعة اللي هي ضربة تماس هذا الكلام من حجم الفورما الكبير من حجم الفورما الكبير يعني ممكن يشطل المحرك شهر وشهرين وخمسة شهر لكن بيجي في لحظة من اللحظات بنزل او بريح الملف خاصة لما يكون مش مدهون ورنيش يعني لاحظوا الورق يعني مش مدهون يعني حتى دهان مش مدهون لاحظوا الخيط فهذا الكلام بيجي في لحظة من اللحظات بريح الملف وبعمل اتصال مع الجسم طبعا نتيجة الحرارة والسخونة اللي بتصير في المحرك من تشغيله فترة طويلة مثلا فالاسلاك زي كأنها بترتخي وبتريح على الجسم وبتلامس اذا كانت قريبة جدا بتلامس وبتعمل هاي المشكلة هاي اول نقطة في هذا المحرك مع انه بصراحة انا شايف يعني انه شغله كويس ومليح لكن مشكلته في حجم الفورما فقط يعني انا شايف انه لف كويس ما علي كلام لكن المشكلة في حجم الفورما فقط لاحظوا فورما كبيرة جدا اه نقطة ثانية بده اتكلم فيها الان موصول الروزيتا لاحظوا السلك مقشر راسه ومربوط على المصمر طبع الروزيتا مباشرة اه ولاحظوا الاسلاك قريبة على بعض يعني هنا في شعيرات من الاسلاك وهون هاي اخوان في الشغل الانظف فيه راسيات كلنا منعرفها وكلنا شفناها موجودة بالسوق وانا نزلت لكم فيديو شرح كيف بالضبط نعملها وكيف نلحمها وكيف كذا فانركب راسيات يعني ما تحكي لي انه ما فيه ومش موجود عندي او سعرها غالي لا سعرها رخيص سعرها رخيص جدا يعني وموجودة ومتوفرة ما تحكي لي انه مش موجودة ومش متوفرة ومش كذا لكن اه كسل فينا يا اخوان اه بنعمل هاي الطريقة بدون راسيات على الاسلاك طبعا هذا الكلام يعني انا حكيت بفيديو سابق انه بأدي الى انه احنا نخسر لف المحركات يعني زبون لما نشوف انه هاي الاسباب اللي حرقت المحرك ولو بعد سنة منلفه بكره انه يرجع يلفه مرة ثانية او بيامنش باللف ساعتها فاحنا بنخسر هذا زبون ونخسر هذا المصنع للابد يعني بصير يدور على جديد او مستعمل اقل ما فيها ويشتري كل ما ينحرك عنده محرك بروح بيشتري بداله او كذا واحنا بنخسر هذا زبون بنخسر الشغول هات الاسباب بصراحة انا شايفها تافا يعني انا بحكي لكم انه شغله كويس ومليح شغله لكن مشكلته في الفورما وفي موضوع الراسيات على الاسلاك فقط يعني انا عجبتني فيه شغلي انه هو عنده اسلاك بلاستيك لاحظوا هاي الاسلاك بلاستيك بلاستيك طبعا البلاستيك بذوب مع الحرارة لكن هو مدخل مع كورونا من اول السلك لاخره هاي نقطة ممتازة يعني هو ما عنده اسلاك حرارية لكن حط فيها مع كورونا فصار يعني اصبح السلك مش بلاستيك من الداخل اصبح السلك من الداخل حراري وهاي ممتازة طريقة يعني انا عشانيك بحكي لكم انه شغله نضيف كويس يعني لاحظوا الاسلاك الوصلات حطت فيهم مع كورونا يعني انا شفت محركات ملفوفة السلك ما فيه مع كورونا الوصلات الداخلية بلحموا السلك في بعض بدون مع كورونا وبحطوهم على الملف وبربطوه لكن الفني هذا حاطت مع كورونا في الاسلاك وحاطت كل شي ممتاز وعازل وكويس وممتاز لكن مشكلة في حجم الفورما كبيرة وفي الراسيات هاي مشكلة يا اخواني فانا حبت اني احكي وانوه عن هاي النقطة على اساس انه احنا بتمنى من الجميع انه يتفادى هاي هذا الموضوع وانا زي ما حكيت لكم الراسيات سعرها رخيص وانت لما تزغر حجم الفورما طبعا انت لما تعملها كبيرة الفورما انت كلفت نفسك نحاس زيادة يعني انت اللي ما بيعرف الفني انه لما نكبر حجم الفورما على اساس ريح حاله بالشغل انت تكلفت زيادة يعني مثلا المجموعة طولها 10 سنطي وزنها خلينا نقول 500 غرام انت لما تعملها 15 او 20 سنطي صار وزن المجموعة 750 غرام انت تكلفت نحاس زيادة واليوم سعر نحاس غالي طبعا هيك انه السيليك صارت مقاومته اعلى وكذا وممكن يصير فيه مشاكل وممكن كذا يعني لكن احنا ما بنحكي عن هادة الكلام احنا بنحكي على انه انت شغلك يكون نظيف وانه زبون لما نشوف شغلك ينبسط عليه يعني مثلا الزبون اللي جاب لي اياه هذا طبعا هو فني مش صاحب المصنع هو فني فك المحرك وجاب لي اياه صدقوني لما نحطوا عندي على الطاولة طبعا جاب لي اياه مفتوحيك بدون بوبينو بدون شيء فلما نحطوا على الطاولة بقول له هادة المحرك ملفوف اللي بحكي لي ملفوف من اللف ابو نص دينار يعني ملفوف من اللف أبو نص دينار يعني لف أي كلام تخيل يعني أنت الكلمة هاي فأنا عزت علي الكلمة هاي لأنها تنحك علينا يعني طبعا هو مش قصدوا عني أنا يعني هو قصدوا عن اللي لفوا قبلي وبعرفوا شغلي وزبون عندي يعني بيجيب لي محركات طب الآن أنني المحرك هذا بدون أغطية وبدون مبين الآن أنا بدي ألفه طبعا أنا بدي أرجع له إياه فكيف رح أعمل شكله وكيف رح أعمل وضعه طبعا إن شاء الله ما رح أرجع ورق أنا وراح أعمل قياس الفورما مزبوط وكل شي مزبوط وبحاول بلك أصور لكم شكله بعد ما ألفه أنا على أساس تشوفه فيأخواني بدنا نعتني شوي في شغلنا على أساس ما نخسر زباين والناس تبطلت آمن باللف ونخسر الصنعة وأنتوا شايفين هاي الأيام أو هاي الفترة من فترة كورونا الله يعافينا وإياكم الشغل أصلا صار خفيف والوضع في البلاد الاقتصادي صار تعبان فإحنا ما بدنا نخسر زباين فوق كل هاي المشاكل اللي فوقنا فبدنا منكم نعتني شوي بشغلنا وندير بالنا على شغلنا لأنه هاي مهنتنا سمعة مهنتنا عبارة عن سمعة إنت سمعتك طيبة في اللف وفي الشغل وفي النظافة بتلاقي عندك زبون سمعتك مش نظيفة شغلك مش نظيف كذا كذا بتلاقي ما عندك ش زبون فهاهي يا أخواني إن شاء الله إنه تسمعوا من نصيحتي طبعا أنا ما بقصد القل الكل أنا بقصد اللي بعمل هيك شغلات فيدير باله على شغلوش أمر بسيط يعني أنا مش طالبين منك شيء كبير الأمر بسيط زغر الفورونا شوي زبطها وجيب رصيات ويلحمهم يعني الرصيات على رأس الأسلاك أحسن وأفضل وشغل أنظف وهاهي إن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي مبصيكم دائما مبصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا التوحيد لا إله إلا الله محمدا رسول الله ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته